لأن الاتنين جم في وقت واحد إن الأمور ماشي مع فيتوريا زي ميكاري كده الأمور بالنسبة لهم لا لسه ما اختبرش المنتخب الأولومبي ما اختبرش اختبارات جدية علشان نقدر نحكم على المدير الفني ولا حتى رؤيتك ولا اللعيبة مش مقياس مش مقياس خد بالك التاريخ بيقول ايه بالنسبة للمنتخب الأولومبي احنا ما بنوفقش وانا برضه مش عايز يبقى فيه اسقاط ولكن تاريخيا احنا ما تأهلناش لأي أولومبيات اللي مدرب مصري يعني البطولة توكيو الأخيرة كان الكابتن شاؤه غريب في لندن كان الكابتن هاني رمزي 92 في برشلونة كان الكابتن محمود سعد 84 كان الكابتن الوحش في لوس أنجلس 84 فاحنا طول عمرنا بنتقاهي الأولومبيات بمدربين مصريين دي تجربة جديدة معنا برضه عملها التحاد الكورة بالنسبة لأنهم يجيبوا مدرب أجنبي لتولي المنتخب الأولومبي فأنت بتتفعله بالدولار بتتفعله بالدولار فأعز إن الدولة فيها أزم الدولار يعني أنا منتظر من حضرته لأنه زي ما سوز جمال قال يكسب لي بطولة أمم أفريقيا ويتأهل أنا مش بشرت ويتأهل للأولومبيات كابتن شاؤه غريب تأهل للدور التاني في الأولومبيات وكنا زعلنين إحنا خرجنا من الدور التاني وعدنا نتأمر على الراجل ومش عارف إيه بتاعه أستاذ محمد أعرف إن اتحاد الكورة السابق بقى هو اللي ضر شوئي غريب عشان جابه عشان جابه في توقيت مش مناسب يعني الوضع الطبيعي إنه خلاص أنا المشوار بتاعه في بطولة معينة خلاص وقعد وما تستعجلش إنك تعمله تعاقد ده عمل نوع من يعني أنا بعتقد شوئي غريبة تحفيز لأ اتظلم فيها أنا كان فيه فيه عملية تحفيز عمل على مستوى الرأي العام الناس قالت ألا هو ما فيش غيره لا إحنا عندنا مدربين كواسين جدا ها معين هو لك كابتن شاؤه طبعا مدرب أثبت أثبت كفاته وأثبت أنه هو مدرب من المدربين الكبار بس فيه برضو مدربين مصريين مميزين يعني ما فيش فيهم خلاف ولكن إن انت تروح ليه تجي مدرب أجنبي إحنا هننتظر النتيجة النتيجة اللي هو ما يقلش عن المدرب الوطني اللي كان متأولد يحبطت الأمم وبيوصل للأمبياد أه بقولك كابتن شاوئي لما وصلنا أولمبياد وصلنا للدور التاني وكانت مجموئتنا صعبة لا إحنا كان معنا إسبانيا ومعنا الأرجنطين وتأهلت في الدور التاني ومعجبناش التعدى وقلنا لا إحنا كنا ناخد المديلية الذهبية فإحنا منتظرين إن شاء الله نحقق إنجاز اللي إحنا بنتمنى وفعلاً الكرة المصرية تستحق إن إحنا فعلاً نقدر ننافس في الأمبياد وهو الإداد جداً هيبقى عليه أمل إحنا عندنا مواهب كتيرة جداً وعندنا لعبة أكفاء فعلاً سواء ناشئين أو منتخب الأمبي أو منتخب أول وإحنا فموحاتنا كبيرة مع أي منتخب وإن شاء الله إحنا كلنا في ظهر المنتخبات المصرية عشان كلنا نفرح بإذن الله إن شاء الله